معركة استعادة الحديدة تقترب من المطار الدولي وسط احتدام الاشتباكات على مشارف المدينة فيما الحكومة تؤكد أن نافذة الدبلوماسية أصبحت مغلقة التقدم العسكري من الاتجاه الجنوبي لمدينة الحديدة سبقته معارف عنيفة خاضتها قوات الجيش خلال الساعة الماضية بإسناد كبير من طياران التحالف أسفرت عن استعادات مديرية الدريهمي والسيطرة الكاملة على سوق النخيل والمزارع الموجودة في الجهة الشرقية والغربية من النخيل وصولا إلى قرية منظر المحاذية لمطار الحديدة الدولي أعنف المعارك تدور منذ صباح الخميس جنوب مدينة الحديدة وسط أنباء لم يتسنى التأكد من صحتها تفيد بسقوط العشرات من الميليشيات قتلى وجرحة من بينهم القائد الميداني الميليشية في قرية منظر علي حسين المراني وأكثر من 15 آخرين من عناصره ويفيد سكان الحديدة بأن الطيران لا يتوقف عن التحليق في سماء المدينة فيما تدوي أصوات المدافع والاشتباكات في أنحائها في إشارة إلى قرب القتال من مشارف المدينة وفي موازات المعركة العسكرية التي تدور حول مدينة الحديدة ومينائها تنضي الحكومة على ما يبدو باتجاه حسم المعركة الدبلوماسية التي قال وزير الخارجية خالد اليماني في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط السعودية أن نافذتها قد أغلقت اليماني أكد أن عملية تحرير الحديدة لن تتوقف حتى التحرير الكامل لكل الأراضي اليمنية وقاطع رأس الأفعى على حد تعبيره واتهم اليماني أطرافا دولية بمحاولة إطالة أمد الحرب وإعطاء الميليشيات الحوثية مزيدا من الوقت للعبث مفصحا عن مضمون مساعي الساعات الأخيرة التي كانت تهدف إلى إقناع الحوثيين بمغادرة المدينة دون حرب غير أنهم اشترطوا أن تقوم الشرطة بإدارة الميناء بدلا عنهم على أن تستمر العمليات الإنسانية كما هي وعبر وزير الخارجية عن استغرابه لموقف البريطاني وموقف الاتحاد الأوروبي مما أسمه تحرير الحديدة ووصف مواقف الشريك البريطاني بغير المتسقة رغم العلاقات المتطورة والتنسيق المستمر واعتبر أن هناك ارتجالا يمارس في هذه الملفات كنوع من أنواع الضغط السياسي ومقايضة المصالح وبين وزير الخارجية أن خطة تحرير الحديدة ستكون من عدة محاور وستكون العمليات سريعة ولن تكون هناك عمليات حرب شوارع بحسب تأكيدات الوزير لكن الحديدة على ما يبدو موعودة بالمزيد من العنف والتداعية الخطيرة في ضوء دعوات زعيم ميليشيا الحوثي أنصاره إلى عدم الفرار من الحديدة والتوجه نحو المدينة لقتال القوات الحكومية والتحالف موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة